مع تسريب أسماء القائمة الثالثة التي تمثل المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية التي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة تكون الأمم المتحدة قد اقتربت من الإعلان عن تشكيل اللجنة التي يفترض بها أن تعدل الدستورة السورية الحالية أو تكتب دستورا جديدا ومن المفترض أن تكون هذه القضية على رأس أولويات اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سوريا روسيا وتركيا وإيران المنتظر في سوتي الروسية في الرابع عشر من الشهر الجاري وفي حال المصادقة على هذه القائمة ستكون اللجنة الدستورية التي تضم مائة وخمسين عضوا قد باتت جاهزة للشروع في عملها ويتوقع أن تشهد أعمال اللجنة خلافات عميقة مع إصرار المعارضة على وضع دستور جديد مقابل رفض النظام لذلك كذلك مع إصرار النظام على إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الرئيس سلطات مطلقة وإصرار المعارضة بالمقابل على وضع دستور جديد يقلل من صلاحيات الرئيس ويحدد الجهات المخولة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية كما تسعى المعارضة إلى تقليص فرص مشاركة رئيس النظام بشار أسد في أي انتخابات مقبلة وفق الدستور الجديد الذي ترى أنه لا بد من طرحه للاستفتاء الشعبي وأن تجري مفاوضات حول الانتقال السياسي بالتوازي مع أعمال اللجنة الدستورية ويأتي الكشف عن أسماء القائمة الثالثة بعد تعطيل متعمد من النظام ودعميه وتحديداً الروس على مدى عام كامل في وقت يرى فيه محللون أن الأمل ضائل في إحداث اختراق مهم من خلال اللجنة الدستورية معتبرين أن السوريين أخرجوا من عملية تقرير مصير بلادهم كذلك دلت الأسماء الواردة في القائمة المسربة على أن الغلبة فيها ستكون للنظام والمقربين منه ما يطرح تساؤلات كثيرة عن قبول المعارضة بالأسماء المطروحة